بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة موداه أما بعد يا سادة يوم السبت ده مش بس بيكون أول يوم في الأسبوع لكن بيكون مفتاح السعادة اللي احنا بنقدمه لكل أحبابنا المقبلين على الزواج وكمان المتجوزين اللي عايزين يبتدوا حياة جديدة ونور جديد من أنوار الزواج من أنوار المدد الرباني اللي في قولي تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة ولذلك بيكون يوم السبت ده بنتكلم فيه دايماً عن الوسع والوسع ما يجيش أبداً غير مع الجدارة مع المهارة وعشان كده احنا اتكلمنا كتير عن مهارات كتيرة من مهارات التجديد الزواجي زي مهارة صناعة الذكريات الحسنة ومهارة الحضور ومهارة التقبل الزواجي وكمان اتكلمنا عن مهارة المصرحة الزواجية والنهاردة هنتكلم عن مهارة ما خدتش أهمية الكافية وسط مهارات كتيرة احنا بنتكلم عنها مهارة في الحقيقة الناس وكأنهم متصورين أن المهارة دي مش مهمة مع أن المهارة دي عاملة بالزبط زي ايه احنا لو ركبنا لو وضعنا لبينات بيت على بعضها كده بدون مادة لسقة تلسق لبينات الايه لبينات البناء البناء كله هيوقع المهارة اللي احنا نتكلم عليها كده هنأتكلم عليها النهاردة دي من هذا الجنس الجنس اللي بيربط لبينات البيت مع بعضه النهاردة هنتكلم عن مهارة مهمة جداً نسمعها مهارة الترويح الزواجي أنا أقول لكم حاجة أنا أحاسس أن فكرة الترويح عندنا فكرة لا تأخذ القدر الكبير من الاحترام ما أنها معنى مهم جدا جدا في الحياة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيكلمنا على العبادة بأن الترويح شيء مهم جدا وإذا كان الزواج جزء أساسي منه عبادة فيبقى الترويح فيه جزء أساسي مهارة الترويح الزواجي هي المهارة اللي بتخلي الزوجين يتغلبوا على مشكلة الملأ في علاقتهم ببعض ويتغلبوا على مشاكل كتيرة جدا 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 زي مشكلة مثلا التواصل في بعض الأحيين على فكرة فيه أشياء كتيرة بتزلها من عقبات التواصل بيزلها مهارة الترويح الزواجي لأن مهارة الترويح الزواجي دي مهارة زواجية إيه اللي بيحصل؟ بتحدث سواء فيه ضغوط أو لا لأن فيه كتير من الناس فاهميه من أن الترويح الزواجي ده إيه يحصل لما نكون مضغوطين وده مش دلالة أن الناس المرفهين هما اللي بيعملوها وإنما معناه أن مهارة الترويح الزواجي جاية من فكرة الاهتمام اللي هي ركن من أركان الحياة الزواجية يعني إيه الترويح الزواجي بقى؟ عشان بس الناس تبقى فهمة الترويح الزواجي الترويح معناه أن أنا أدخل على قلب شريك حياتي إحساس بالهدوء والراحة والاستعداد للسعادة هو ده الترويح هدوء وراحة واستعداد لإيه؟ واستعداد للسعادة الزواجين بيخففوا عن بعض ويدخلوا السروق على قلب بعض فيكون وجودهم مع بعض راحة لنفسهم والزواجين كمان إذا كان عندهم المهارة دي بيبقوا عدين مع بعض فإيه اللي حاصل؟ فيحس الشخص وهو عنده حالة من الاستنفار من الحياة ومن ضغوطها واستنفار من الشغل فييجي لشركة حياته ودي يجي لشركة حياته فيحس بأنه إيه؟ إيه اللي طف النار اللي كانت جواي؟ آه شركة الحياة عنده مهارة الترويح الحياتي يبقى إيه اللي حاصل؟ مهارة الترويح الزواجي دي هي اللي بتطف النيران اللي بتشتعل من أسرة المنشأ ومن كل مكان فالإنسان المحب للحياة هيعرف قيمة الترويح وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا روح القلوب ساعة وساعة يعني إيه؟ يعني القلوب إيه اللي حاصل؟ القلوب بيحصل لها استهلاك ويحصل لها تعب ولزيك لازم يبقى فيه ترويح فالترويح عن النفس يحميها من الشعور بالملل والاستهلاك وفقد الشغف وانخفاض كمان الإحساس بالهمة وانخفاض الإحساس بالأمل ييجي الترويح الزواجي بقى بالنظام اللي احنا نتكلم عنه اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وضعه لنا وضعه لنا في كيف تعمل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة إزاي روح عنها صلى الله عليه وسلم وإزاي هي كمان كانت تروح عنه صلى الله عليه وسلم الترويح الزواجي مهارة باعتبارها مهارة فيها خمس سلوكيات واضحة السلوك الأولاني هو إن أنا أتجنب الأوقات الذي لا يستطيع شريك الحياة التواصل فيها زي مثلا أوقات المشكلات والضغوط فلازم أنا ببساطة عشان أبقى عندي مهارة الترويح الحياة الزواجي أتجنب مثل هذه الأوقات أتجنب مثل هذه الأوقات إن أنا أعمل إيه أدير حوار حول قرار آه يبقى لا أدير حوار حول قرار في أوقات إيه الضغوط والاستنفار ما ديرش حوار خالص حول قرار ما يجيش هو داخل من الشغل وهلكان وتعبان وما يجيش هي وهي متخنأ مع والدتها أجل لها عايزين ناخد قرار دلوقتي في مدرسة الأولاد يحس بإيه الشخص ده إنه مازال مضغوط يبقى أول مهارة أول سلوك هو سلوك إيه أول سلوك هو سلوك إيه تجنب هذه المهي تجنب هذه الأوقات السلوك التاني يبقى كأننا عملنا تخلية يبقى السلوك الأولاني أتجنب مثل هذه الأوقات السلوك التاني ما فيش حد عنده مهارة الترويح الحياتي الترويح الزواجي وهو لا يتواصل دائما مع شريك الحياة ولا يجعله فريسة للضغوط أنت مش لسه قيل لنا دلوقتي ما نتكلمش معاه آه لا نتكلم وننشئ حوار لاتخاذ قرار لكن السلوك التاني هو إيه أنه في حالة الضغوط وفي حالة المشكلات لا أترك شريك الحياة فريسة للضغوط والمشكلات اشتركوا في القناة